لا يمكن للخصم أن يصبح هو الحكم في القضية نفسها بهذه الكلمات عبرت المعارضة السودانية عن رفضها القاطع لنتائج تقرير لجنة التحقيق في قضية فضل اعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم معتبرة أن المجلس العسكري خصم أساس في القضية ولا يمكنه الحكم أو البت فيها قوى أعلان الحرية والتغيير في السودان قالت إنها ترفض نتائج لجنة التحقيق كما رفضت من قبل إجراءات تكوينها شكلا وموضوعا كونها شكلت بتكليف من المجلس العسكري الأمر الذي يطعن في نزاهتها لكون المعارضة تعتبر المجلس نفسه متورطا في ملابسات ما جرى خلال عملية فضل اعتصام لذلك نحن منذ البداية عندما قلنا أننا لن نوافق على هذه اللجنة لم يكن قرارنا هذا القرار من فراق لأننا نعلم تماما أن الأجهزة العدلية في السودان ما زالت تحت سيطرة المؤتمر الوطني القوى أكدت أن أسباب رفضها نتائج التحقيق ترجع أيضا إلى أن اللجنة لم تشمل فرقا متخصصة أخرى كانت يمكن أن تسهم في الوصول لنتائج أكثر جدية حيث إنه لم يشارك في التحقيق بقضايا الاختصاب مختصون نفسيون واجتماعيون أما على المستوى العملي فقد أكدت المعارضة أن التحقيقات لم تبين بوضوح الجهات المتهمة بل وجهت الاتهام بحروف غامضة لأشخاص غامضين في الوقت الذي كان عليها نشر الأسماء كاملة فضلا عن بيانات اللجنة التي خرجت بإحصاءات معيبة وناقصة لأعداد الضحايا وعدم إشارتها إلى أي إجراء بشأن المفقودين أيضا لم يتطر التغرير إلى حالات المفقودين ونحن الإحصايات الأولية حتى الآن تشير إلى عدد 38 مفقود تم حصرهم بواسطة لجنة الأطباء النفسيين القوى طالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تعمل بشكل شفاف ودقيق وبدعم إفريقي ليس في فضي اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب بل في كل الحوادث والانتهاكات منذ اليوم الأول من تأريخ إعلان المجلس العسكري خلع الرئيس عمر البشير وحتى اليوم ترجمة نانسي قنقر